صباح الخير متابعين ومشاهدين ومستمعين اليوم رح نكمل أسئلتكم اللي ما رديت عليها بكرة ومبارح وأيضاً لليوم رح نكمل الأسئلة في عنا شخصين عم بيطلبوا نفس الطلب للتوافق اللي هي زهرة اللوتس وشخصاً سمي اسمه SOS أنثى الثور مع الرجل الجدي هالعلاقة بتكون ناجحة بإذن الله العلاقة يحكمها المنطق والجدية بالحياة وكمان نعرف عن برج الجدي أنه مش بسهولة يثق بالناس ويثق بالطرف الآخر لكن المرأة الثور هي قادرة على كسب ثقة الجدي وإحلال السلام والتوازن العاطفي بهذه العلاقة الطرفان عندنا يتصفوا بصفات الصدق وعدم المراوغة والمناقشة الإيجابية موجودة وتقدير ظروف الطرف الآخر سواء كان بالعمل أو بالحياة الاجتماعية كل هاي الأمور بتخلي منها العلاقة ناجحة كمان الجدي بيعرف كيف ينهي العناد الموجود عند الثور باسلوبه وبطريقته ودبلوماسيته فبنعتبرها من العلاقات الناجحة في عندنا أبو سقر إنثل عقرب مع رجل الحمل نجاح العلاقة رح يعتمد على الثقة المتبادل والصراحة الوضوح بهذه العلاقة كلها متوفرة عند الطرفين لذلك بنعتبرها علاقة ناجحة ولكن بدنا نطلب من الحمل أنه يكون أكثر التزام بهذه الصفات لأنه الحمل أحيانا يحكي أنصاف الأمور أو يغير بكلام بالوقائع اللي هو مش المقصود أنه يكذب ولكن المقصود أنه يتجاوز مشكلة ويخلي الأمور ألطف ولكن هذا ما بيتماشى مع أنثى العقرب لأنه بنعرف عن أنثى العقرب إنها ذكية جدا وتقرأ ما بين السطور وممكن تحلل شخصية برج الحمل تعرف متى عم بيحكي صح ومتى عم بيغير بالوقائع فنطلب من برج الحمل أن يكون أكثر التزام لحتى تكون هالعلاقة أكثر نجاح في عندنا هبة أنثى القوس مع الجوزاء الجوزاء برج هوائي والقوس برج ناري ولكن بالرغم من هذا نقول دائما أنه لكل قاعدة فيه اختلاف في استثناءات فبهاي العلاقة فيه استثناء القوس يحب يعيش رفاهية الحياة بيقدس عمله بيوفر كل شيء لبرج الجوزاء بهاي الحالة بدنا نقول أنه اعتماد نجاح العلاقة على الجوزاء أكثر من القوس بالرغم من أنه هو البرج الأضعف بهاي العلاقة ولكن الجوزاء بيعمل المستحيل لإحلال السلام ولتوفير كل شيء يحبه برج القوس لذلك بنعتبرها من العلاقات الناجحة كسب ثقة الطرفين أيضا موجودة أنه الاثنين يبحثوا عن كسب ثقة الطرف الآخر وهذا ينجح العلاقة بشكل كثير كبير في صفة أيضا تجمع الطرفين هي حب الحياة والسفر وحب التغيير وحب التنقل هذا كله أيضا بيعطينا كمان الذكاء صفة الطرفين ونعرف عن برج القوس أنه إنسان ذكي جدا وما بيحب الناس اللي ما بيكون عندها ذكاء يعني بيتصرفوا ببعض الأحيان بيقل الذكاء وهذا بيخليه ينفر ولكن الجوزاء أيضا ذكي لذلك نعتبرها علاقة ناجحة في عنا أروى وأحمد بيطلبوا البرج الصاعد مش متوفر عندك ساعة الميلاد مش مكتوبة البرج الصاعد بيعتمد على تاريخ الميلاد وعلى ساعة الميلاد أيضا وبتكون ما بين الثنتين أربعة صبح أو مساء أربعة ستة ستة ثمانية وهكذا فعطوني رقم ساعة الميلاد لحتى أقدر أعطيكم البرج الصاعد في عنا طلب على الحوت أكثر الأبراج اللي تتوافق معه وكيف علاقته مع الحمل الحوت بيتماشى معه الثور العذراء السرطان العقرب وأكثر علاقات نجاحا الحوت مع الحوت وبعدها يجي الحوت مع العقرب مع الحمل حكينا قبل شوي أنه هاي الصفة الموجودة عند الحوت عند الحمل ما بتتماشى معه أي برج لابد أنه يغير حاله اللي هي أنه بيحكي أنصاف الأمور أو أنه يغير بالمعطيات لحتى ما يعمل مشكلة ودائما بنحكي للطرف الآخر اللي بيرتبط بالحمل هو مش المقصود أنه يكذب ولكن هو المقصود أنه يتجاوز مشكلة ويوصل المعلومة بشكل دبلوماسي وحلو بحيث أنه ما يخلي مشكلة تحصل فمع الحمل بدنا غياب الصراحة هاي تنتهي تماما برج الحوت إنسان حساس جدا ويزعل بسرعة ومثل هذا الأمر ممكن يخليه يزعل والحوت ما بيتصالح بسهولة فانتبه يا برج الحمل أنه هاي المسألة بدك تتخلص منها لحتى تقدر تحل السعادة والأمان بهاي العلاقة نعم برد على أسئلتكم وأن برج الدلو مطلوب كثير للفترة الأولى اللي هي ثلاث أسابيع الأولى من الشهر وبدي أذكركم كمان أنه الأسبوع الجاي رح نحكي عن تراجع المريخ ببرج الجوزاء بثلاثين الشهر وتأثيره على كل الأبراج الدلو فترة تحمل الإيجابية ومعطيات جديد من نوعها تعطيك القدرة على البدع بكل ما هو جديد ولكن أنت تحت الضوء بدك تنتبه لتصرفاتك لأسرارك لاتخاذك القرارات حاول أنه ما تعطي الفرصة للناس اللي حواليك اللي عم بيحاولوا أنه يرجعوك لورا تعطيهم هاي الفرصة أنه يحققوها بالعمل رح تلقى الدعم وماليا أيضا رح توصلك أموال قد تكون غير متوقعة أو أنه عم تسعى لعمل جديد أو عمل إضافي رح يزيد من إمكانياتك المالية كمان حافظ على علاقاتك الاجتماعية وحاول أنه ما تخسرها السفر متاح المتابعات الصحية جيدة ومتابعة المعاملات أيضا جيدة الفترة الثانية فترة ضاغطة عليك أنه تكمل كل الأمور المهمة اللي عندك قبل ما ندخل 21 الشهر بدك الفترة الثانية تعمل كل أعمالك بشكل صحي يعني بالمهنة ما بدك تخطأ بعلاقاتك الاجتماعية بدك ما تستفز حدا أو ما تسمح لحد يستفزك احذر الخطأ والتذمر على كل مستويات الحياة ما تدخل بمشاكل قانونية أبدا وإذا كان بإمكانك تأجيل بعض المعاملات القانونية للشهر القادم بيكون أفضل وكمان ما تتردد بطلب الدعم إذا كنت بحاجة لإلها العاطفة جيدة للمرتبطين وفرص أيضا جيدة لآخر السنة للالتقاء بشريك المناسب لغير المرتبطين رح نحكي للحوت أيضا للفترتين الأولى والثانية الحوت فترة تحمل المد والجزر بين الصعب والسهل تشعر أحيانا بعدم الأمان وعدم استطاعتك على فهم المعطيات الجديدة أو عندك المقدرة أنه تتخذ بعض القرارات أو ما بيكون بإمكانك أنك تفهم بعض الأمور ليش عم تحصل ولكن هي فترة جيدة للسعي المتواصل وفترة جيدة لتطرح أفكارك وتتخلص من كل ما هو سلبي بحياتك عليك حماية مصالحك والانتباه للأمور المالية جدول أمورك المالية بشكل صح الفترة الثانية فترة جيدة لتعديل وتصويب الأمور ورح يكون في عندك سهولة لتحقيق هدف ورح تتوضح الأمور قدامك بحيث رح تفهم كل المعطيات اللي حصلت بالفترة الأولى أسبابها وكيف تعالجها أيضا العاطفة خفف من حدة المواجهة واعتمد الدبلوماسية والحوار بتعاملك مع الشريك الفترة الثانية أيضا رح تكون الأفضل للقرارات العاطفية برج أخير رح نحكي للقوس الفترة الأولى فترة تحمل الدعم والحظ فترة ممتازة جدا أنك تسعى بعملك بشكل أكبر وتطرح أفكارك بشكل أكبر رح يكون عندك القدرة أنك تعمل بأكثر من اتجاه بنفس الوقت ولكن المطلوب منك أنك تعمل من ضمن مجموعة وتتخذ قراراتك أيضا بشكل جماعي لأنه الانفراد بقراراتك الانفراد بعملك رح يكون شوي صعب كمان العمل مع المجموعة رح يعطيك القدرة على أنك توسع أفكارك وتطورها لأنك رح تاخذ الأفكار منهم فرص جيدة لغير العاملين أنهم يحصلوا على عمل والسفر متاح للدراسة أو للإستجمام أو حتى للعمل حافظ على سمعتك وابتعد عن كل ما هو ما بخصك ما تتدخل بأمور الآخرين أبدا الفترة الثانية مكملة للفترة الأولى نعتبرها جيدة يعني ما رح يكون فيه تراجع وتأخير هو موجود ولكن مش محسوس فقط أن تكون منتبه للمعطيات العاطفة فترة تحمل المدوى الجزر وعليك أنه تكون مستمع أكثر من متكلم تكون دبلوماسي وتحاول أنك تحل التوازن بعلاقتك العاطفية انتهى وقتنا لليوم بكرة إلنا لقاء حتى نحكي عن كل ما هو جديد يسعى الصباحكم صح الصح صح 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 ماروتنا اشتركوا في القناة